نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية بدورها شددت وزارة الطيران المدنية أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص باعتباره الأكدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة